اشتركوا في القناة سواء كان تحميل برامج متهكرة او اختصار روابط او رفع ملفات او غيره من المواقع التانية انما انت لو شغال قانوني انا انصحك تشتغل على جوجل ادسنس لان ما فيش ولا واحد من اللي انا هعرضه لك النهاردة هديك الاسعار بتاعة جوجل ادسنس كل المواقع اللي هعرض عليك النهاردة هي تقريبية وهي افضل بديل لجوجل ادسنس من ناحية العمل يعني مش هتديك اسعار ولكن من ناحية العمل ومن ناحية الكفاءة خلاص جوجل ادسنس بيدفع اسعار كويسة جدا جدا عشان كده شروطه عالية جدا جدا فلو انت مهتم بالموضوع ده ما تبخلش علينا باللايك ولو انت جديد اشترك في القناة وفعل زر الجرس وكمل معي الفيديو للنهاية هرجعلكم مرة تانية اهلا بكم مرة تانية شباب رب تكونوا بألف خير وسعادة انا اسف لو كنت طولت عليكم ولكن لازم اجول المقدمة دي لان المقدمة دي ضرورية جدا جدا لو انت داخل عشان تشتغل على موقع يديك اسعار زي بتاعة ادسنس فمش هتلاقي ولكن لو الموقع بتاعك كبير بيخش له زيارات كتيرة جدا جدا ممكن تعمل حاجة اسمها تعاقد يعني بتكلم المانجر الخاص بي السيلف اللي موجود في اي موقع من الموقع اللي عادتها النهاردة وبناء على احصائيات الموقع بتاعك بيديك سي بي ام مختلف عن الناس التانية يعني مثلا ممكن موقع من الموقع دي بيبقى عاطي سي بي ام المصر اتنين دولار مثلا وليكن ممكن انت تحصل على سي بي ام المصر اربعة او خمسة او عشرة دولار بناء على نسبة الزيارات بتاعتك وجوة الموقع بتاعك فاللي بيتحكم هنا في الموضوع ده هو جوة الموقع وان شاء الله عمل لها فيديو في الايام اللي جاية اول موقع معانا هو موقع ميديا دوت نات الموقع ده في شروطه زي موقع او زي جوهل ادسنس الموقع ده نحطه مخصوص للناس اللي شغالة في المحتوى الاجنبي اي حد شغال محتوى الاجنبي فالموقع ده ممتاز جدا جدا ليه بيدفع 100 دولار كل شهر زي جوجل ادسنس بايونير او بيبال او شيك او واير ترانسفير المهم يعني ان الموقع ده ممتاز جدا جدا من ناحية عرض الاعلانات بتاعته وشكل الاعلانات بتاعته كمان محفزة للنقر اغلبيتك لو دخلتوا على المواقع الاجنبية هتلاقوا اعلانات للموقع ده موجودة في المواقع الاجنبية ولكن زي ما قلتلكم شرطه اساسي يكون اللغة الخاصة بالموقع هي اجنبي عشان تتجمل في الموقع ده موقع ميديا دوت نت احد افضل المواقع المنافسة لادسنس في السوق الاجنبي تمام تاني موقع معانا هو موقع ايزويك يعني ايزويك الموقع ده هو بارتنر بارتنر مع جوجل ادسنس الموقع ده ممتاز جدا جدا بيعرض لك اعلانات جوجل ادسنس عندك في الموقع ولكن انت بتتحاسب من شركة ايزويك خلاص في بارتنر يوتيوب وفي بارتنر مواقع ايزويك ده بارتنر مواقع للناس اللي حابة تحط اعلانات ادسنس عندها ولكن ما تتعاملش بشكل مباشر مع ادسنس تمام ايزويك بيدفع 20 دولار على بيبال وعلى بايونير ووير ترانسفير وكمان بالشيك موقع ممتاز جدا جدا للناس اللي حابة برضو متستغناش عن ادسنس وموقع يكون كويس ويدفع نسبة جليلة غير ادسنس 100 دولار ويدفع تاني شهر الموضوع مختلف في موقع ايزويك وممكن برضو تشوفوا روفيوهات للموقع ده في مواقع تانية هحاول ان انا نعمل له روفيو مخصص للموقع ده الواحد دي ولو انتوا طلبتوا كده في الكومنتات التالت معانا هو موقع ادستيرا يعني الموقع ده الناس كلها بتتكلم عنه في المحتوى الاجنبي ليه لانه اكيد موقع ممتاز زي ما قلتلكم الموقع ده ممكن يقدم لك سي بي ام ومخصص لك انت جبل ما تشتغل حاول تكلم اي سيلزي مانجر موجود في الموقع ده تعرض عليه الموقع بتاعك وتقول له الموقع بتاعي بيجيله زيارات من كذا لكذا وحابب ان انا اخد سي بي ام مختلف عن باقي المواقع هيبدأ السيلزي مانجر ده يحلل الموقع بتاعك ويديك مثلا تست معين بسعر معين ان شاء الله الاسعار دي هتعجبكو جدا جدا اي موقع اختصار روابط شغال حاليا ولياكم مثلا هديكم مثال موقع لينكاوي موقع لينكاوي ده موقع جديم زي ما انتو عارفين وشغال على الاعلانات دي شغال على الشركات دي عامل تعاقد مع شركة اعلانات بتعرض عنده الاعلانات باسعار معينة اسعار اعلى من الاسعار اللي بتديها للناس التانية عشان كده لو عندك موقع كبير بتعمل تعاقد مع الشركات ده ده موقع اتستيرا وزي ما قولتلك كل الينكات هتلاوها تحت فيه الدسكريبشن ان شاء الله بالترتيب اللي انتو شايفينه ده الموقع الرابع معنا هو موقع InfoLinks الموقع ده انا اعرفه من زمان جدا جدا اشتغلت عليه فترة معينة وسبته عشان انا كان شغلي قانوني واشتغلت في جوجل AdSense ما علينا من افضل المواقع اللي هتديك اعلانات نصية وبنارات وغيرها كتير من انواع الاعلانات هو موقع InfoLinks اغلبية المواقع الاجنبية شغالة على InfoLinks عشان كده لو انت حابب تشتغل كويس فمدونة يعني شغالة مثلا تحميل برامج مهكرة وخايف من AdSense يبقى اشتغل على موقع InfoLinks من افضل المواقع حرفيا اللي هتغنيك عن اي موقع تاني من المواقع اللي انا عرضتها من ناحية الاعلانات دي يعني سواء كان او اي موقع من المواقعين دولة بروبلر ادز او بوب ادز خلاص InfoLinks كويس ممكن تبدأ تشتغل عليه دلوقتي الموقع اللي بعد كده في المواقع العربية او يصنف كأنه موقع عربي هو موقع زوار للناس اللي شغالها محتوى عربي وعايزة شات عربي وعايزة ناس عربية تتعامل معاها فموقع زوار من افضل المواقع وشترحته قبل كده وهسيب لك الريفيو موجود تحت في الديسكريبشن عشان تشوف الريفيو لاخره تمام ده كده موقع زوار بعد كده موقع جبنة موقع جبنة او جبنة زي ما تسميه هو موقع عربي برضو للاعلانات المحتوى المطابق اللي هي Native Ads زي ما هتشافين بالشكل ده بيقبل المواقع في خلال 24 ساعة يعني اسعاره الى حدا ما كويسة مش منافس لأدسنس ولكن هتديك اسعار تنافس المواقع اللي فاتت دي معادة طبعا موقع اللي هو Media.net وموقع ايزويك خلاص الموقعين دول طبعا حلهم حل يعني لهم يعني احصايات معينة لوحديهم ولكن باج المواقع دي كلها تتقارن بموقع جبنة موقع جبنة من افضل المواقع اللي موجودة في المحتوى العربي عمتا لو عندك محتوى عربي ممكن تشتغل معاهم كمحتوى ومطابق وتشغلوا جنب ادسنس او اي شركة من الشركات دي ممكن تشغل جبنة جنب ادسنس او اي شركة من الشركات دي تمام بعد كده لو انت عايز تشتغل اعلانات منبسقة فافضل شركتين هما بروبلر ادز وموقع بوب ادز الموقعين دول اتكلمت عنهم قبل كده بشكل مفصل بشكل كبير جدا جدا يعني دايما اي حد بيسألني بقوله بروبلر وبوب ادز دولة افضل شركتين في الاعلانات المنبسقة اشتغل معاهم انت متطمن شركات مش نصبة ولا حاجة تدفع لك وممكن توصل معاهم لسي بي ام معين لو الموقع بتاعك الرتم بتاعه عالي ممكن اعملكو فيديو لو انتو مهتمين عن الموضوع ده في الايام اللي جاية ده كده كان مضمون حلقة النهاردة هتلاقي اللينكات كلها تحت في الديسكريبشن عملت الفيديو ده بناء على طلبكو عشان كده ما تبخلوش عائنا باللايك وشيروا كومينتكا معاكم محمد الريان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة